نعت مصر بمزيد من الحزن والأسى رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والموسى إلى الشعب الإيراني شقيق دعينا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان كما أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل